النفط يباع خارج العددات ومقدرات الليبيين يجب لها أن تبقى مدفونة في الأرض على أن تكون عائداتها مصادر تمويل للجماعات الإرهابية بهذه الشعارات صار الجدران بطلا في نظر إعلام الثورة المضادة وصار قاهرا للأخواني ومحافظا على المقدرات وتجلت بطولته في نظرهم حينما شاغب عملية الشروق التي حاولت إرجاع الموانئ النفطية لسيطرة الدولة الليبية يوم أن كان ترابهم حامي ولكن اليوم وكأن الأرض ليست هي الأرض ولا الناس هم الناس فتبدلت المواقف وتغيرت فمن كان قاهرا للأخوان صار إخوانيا ومن حافظ على قوت الليبيين صار سارقا مجرما والبطل القومي صار مسببا في معاناة الليبيين ومآسيهما ومن جهة أخرى صار المجرم حفتر والذي لا طالما كان داعم للجدران خلال السنين الماضية صار اليوم هو المحرر للموانئ والمخلص لقوت الليبيين هكذا يحاول اليوم كثيرون تصوير المشهد في الموانئ النفطية بعد العملية العسكرية السريعة التي نفذتها قوات تابعة لمجرم الحرب حفتر أدت لسيطرتها على الموانئ النفطية التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الجدران من أغسطس 2013 وهو مما زاد من الشكوك حول وجود صفقة بين الاثنين كما يرى ذلك كثير من المراقبين أما المجلس الرئاسي المقترح فلم يخرج عن عاداته فبين بيان طلب فيه بالتصدي لقوات حفتر وكلف وزير دفاعه لذلك لكنه لم يلبث كثيرا حتى تم سحبه وبين بيان مباركة وتأييد وقعه عضوان من أعضائه يعطي صورة واضحة عن مدى التوافق الذي يعيشه ويبقى تسأل مطروحا هل اقترب أن يكون الاعتراف بمجرم الحرب حفتر أمر واقع لابد منه بعدما قال بعضهم إن إقالته لن تأخذ من المجلس المقترح أكثر من جرة قلم ترجمة نانسي قنقر